اشتركوا في القناة على الجدي رح نذكروا ان شاء الله مع ذكرنا للزوايا الفلكية طبعا بالنسبة لليوم اليوم توقعتنا اليوم 21-12 القمر ما زال موجود في منزلة المؤخر واستقر فيها وهي للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 10-18 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح اذا طول اليوم او تأثير المنزل اللي رح تكون مؤثرة اليوم كامل هي منزلة المؤخر زي ما حكينا للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر بالنسبة للقمر استقر في برج الحوت وهي الفترة طبعا تأثير تواجده في برج الحوت على جميع الابراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير ونجد صعوبة في اتخاذ القرار أو قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور مثلا أو اقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية فها طبعا عندنا أول زاوية فلكية رح تكون زاوية تسديس إيجابية بين القمر ورنس وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة تسعة واربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا شيء غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية والقدرة الفكرية عندنا وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرات ضرورية بالنسبة للحدث الذي يليه هو انتقال عطارد رح ينتقل كوكب عطارد من برج القوس لبرج الجدي في ساعات المساء أي في تمام ساعة 11 وست دقائق مساء بتوقيت جرينش ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة يعني ساعات بعد ظهر يوم ثمانية واحد عشرين واحد وعشرين الفين واحد وعشرين رح يشعر موليد برج الجدي خلال أسابيع الثلاثة المذكورة بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والرغبة في المطالعة والدراسة وإجراء اتصالاتهم أو القيام بسفريات ضرورية بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الترابية والمائية أي الثور العذراء السرطان العقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارد في برج الجدي طبعا بالنسبة للتأثير اللي رح يكون على كافة الأبراج كل واحد على حسب منزلته برج الحمل أفكاره بتفيده في مجال العمل برج الثور بينشط في أمور إلها علاقة بالسفر والإتصالات البعيدة وبيستفيد التجار في عمليات الاستراد والتصدير الجوزاء بينصب أفكاره أو تنصب أفكاره حول الأمور المالية المشتركة لإدخال تحسين عليها برج السرطان بيميلوا لتبادل الأفكار والآراء مع الشركاء إن كانت شراكة عمل أو شراكة عاطفي يعني زواج برج الأسد أفكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل العذراء بتزداد نشاطاتهم الأدبية وحث أولادهم على الدراسة أو التقرب والتفاهم مع أولادهم الميزان بتنصب أفكارهم حول الأمور العقارية وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظارهم برج العقرب بيكون النشاط عندهم بسفر واتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب عند الطلاب أفكارهم للمطالعة وفي قسم منهم ممكن يفكر بشراء سيارة القاوس بتنصب أفكارهم على أفضل الطرق لكسب المال الجدي يعني بيتمتع بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم أما بالنسبة للدلو بينجذب إلى مواضيع غامضة في الحياة أكثر من السابق وبيحاول إدراكها أما الحوت بميلة تبادل الأراء والأفكار مع الأصدقاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي آخر زاوية زاوية اقتران راح تكون سلبية بين القمر ونبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 و33 دقيقة مساء تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا القمر في برج الحوت خلو المسار القادم راح يكون يوم 21-12 بيبدأ في تمام الساعة 10 و24 دقيقة ظهرا اللي هو خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و31 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر القمر نمو المربع 6 أيام في تمام الساعة تقريبا 19 دقائق صباحا بيصبح 7 أيام نسبة الإضاءة 37% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يعني اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 يعني آخر يوم إلها بعدين راح تنتقل في حلقة الغد راح نتحدث عن انتقالها لبرج الجدي مزاجها سعيد بنسبة 90% وما فوق القمر في الحوت حتى يوم 21-12 منتحس بنسبة 30% عطارد في القوس ورح ينتقل للجدي حتى يوم 81 مزاجه سعيد بنسبة 70% الزهرة في القوس حتى يوم 81 مزاجها سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 71 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% بالنسبة إلى زحل في الدلو حتى يوم 7-3-2023 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورب يتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب بنال منكم وتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنت في أضعف وأقل أيام الشهر حض أهم شيء أنك ما تراهن على الحضوض أبداً وما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب توقع أن يكون هناك فوضى وتأخير وخسارة طبعاً لأن القمر موجود في بيت المتاعب يوم وبعدين بيبلش ينتقل لعندك برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية والمطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة برج السرطان يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهمش أنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك كون جاهز لتحمل المسئولية هذه فترة مهمة جدا برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هذه الفترة صعبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية أحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر المشاكل على أنواعها تعتبر من أصعب أيام الشهر برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط لا تأجل عملك ولا تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب المساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا وأهم إش أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تبعث على البهج والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشروع جديد أو تتلقى إجابات وإشارات مهمة ابتسم فالحض إلى جانبك خلال هذا النهار برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بيشجعك القمر على تكرار المحاولات ترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يهم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات تنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب برج الدلو بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر المبالغة بمصروفك وعطاءاتك ممكن تظهر مساريف غير متوقعة خلال هذا اليوم برج الحوت بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم أو بتعود بالنفع عليكم بتتعزز معنوياتك من جديد وبتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات وبتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة من أفضل أيام الشهر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء